فجرا على عجل وبخطوات متسارعة يتجه الروس جنودا إلى إقليم نغورنو كارباخ ذي الغالبية الأرمانية تنتشر تلك القوات لحفظ السلام بعد اتفاق تولت رعايته روسيا وبنفسها تعمل على ضمان استمراره بموجبه تحتفظ أرمينيا بممر إلى الإقليم الأذربيجاني ولكنها تنسحب من بقية المناطق بدت أذربيجان وتركيا على توافق كامل على أن الاتفاق يعني انتصارا في الحرب الأخيرة وعلى خلاف بهجة الحليفين اقتحم محتجون أرمينيون مبنى البرلمان ناقمين على رئيس الوزراء لقبوله الاتفاق وإن كان قد حظي بتأييد زعيم إقليم نغورنو كارباخ من منظور التفاعل الشعبي مع الاتفاق وتحقيق المصالح المرجوة منه وأيضا انعكاساته السياسية الداخلية تبدو أرمينيا هي الخاسرة لا أذربيجان بسحب قواتها من معظم مناطق التنازع تكون أرمينيا قد فقدت نفوذها من جهة وعلى أعتاب أزمة بشأن رئاسة الوزراء في ظل دعوات للاستقالة من جهة أخرى أما مكاسب روسيا فتشمل قدرتها على وقف إطلاق النار وإنجاح توقيع الأطراف المتنازعة اتفاقا من سياغتها ما مكنها من إخراج فرنسا والولايات المتحدة لتبقى وحدها عرابة القوقاز يبدو أنها ثمت صفقة بين الجانبين الروسي والتركي فقد أصبحت التسويات الإقليمية بينهما أمرا معتادا ولعل انسحاب الأتراك المستمر في شمال سوريا هو المقابل أما إيران فلطالما دعت إلى الحلول الدبلوماسية وإلى وقف الحرب التي تلحق الضرر بدول المنطقة إن توسعت أكثر ويبدو أن الاتفاق يحقق مصلحة إيرانية أيضا وهناك لاعب آخر حاضر غائب هو إسرائيل وقد يكون هذا الاتفاق على غير ما يهواه الإسرائيليون فالمصلحة عندهم تكمن في عدم وقف الحرب وفي إشغال إيران بأزمة إقليمية تهدد حدودها واستقرارها اشتركوا في القناة